من تونس ينضم إلينا الدكتور خليد عبيد المحلل السياسي دكتور خياد لماذا الكتل الكبيرة ترفض المشاركة في الحكومة؟ مساء الخير هو من الطبيعي أن الكتل الكبيرة تعبر عن رفضها أو عن المشاركة أو تقدم حتى شروطا معينة لهذه المشاركة باعتبار أن كل هذه الكتل وكل الأحزاب السياسية وكل التونسين يدركون جيدا بأن الوضع في تونس دقيق جدا ولهذا السبب هي لا تريد أن تتورد بطريقة أو بأخرى من خلال الاستعجال والعجلة في المشاركة في حكومة من الواضح أنها ستكون حكومة محاصصة حزبية باعتبار أن هذه الحكومة عمادها الأساسي حركة النهضة حتى وإن قدم المرشح لرئاسة الحكومة السيد الحبيب الجملي على أساس أنه مستقل وإن كانت هذه الاستقلالية هي محل تساؤل فمن التأكيد أن رئيس الحكومة المكلف هذا هو يتبع حركة النهضة بطريقة أو بأخرى وعلى الأقل سيطبق وهو واضح برنامج حركة النهضة الانتخابي ولهذا السبب هذه الأحزاب الكبيرة أو الكتل الكبيرة لا تريد أن تتورت أو أن يحسبوا فيما بعد أو يحسبوا عليها فيما بعد مسؤولية الإخفاق أو مسؤولية الفشل في الأداء الحكومي وما سيترتب عنه من تداعيات قد تكون نوعا ما سلبية جدا عن مستوى الاجتماعي خاصة ولكن لماذا يتم رفض دخول أعضاء من قلب تونس وهي التي وقفت مع حركة النهضة في اختيار رئيس البرلمان هذه داغل في نطاق المناكفات السياسية إنشان أو الاشتراطات السياسية لكن من الواضح أن هناك في اعتقادنا طبخة ما هي الآن بصدد الإنجاز في هذه المسألة بالذات باعتبار أن حركة أو حزب تحية تونس حتى وإن ذكر بأنه لن يشارك في الحكومة لكن في نفس الوقت ترك الباب مفتوحا على أساس أنه سيقبل بحكومة المصلحة الوطنية على أساس عدم مشاركة حزب قلب تونس وإتلاف الكرامة في هذه الحكومة كذلك فعل الطيار الديمقراطي بالنسبة لاشتراط حزب قلب تونس كما اشترط بعض الوزارات الدقيقة والحساسة وأيضا حركة الشعب قدمت اقتراحاتها لكن الثابت أنه هناك الآن الطبخة قد بدأت تتوضح وهناك عدة سيناريوات في هذه المسألة السيناريو الأول أن تتشكل الحكومة من حركة النهضة إضافة إلى اتلاف الكرامة ويضاف إليها حزب قلب تونس الذي قد لا يشارك في هذه الحكومة لكن يعطي دعمه في التصويت لهذه الحكومة ويقبل ببعض المستقلين المحسوبين عليه في هذه الحكومة ويكتفي بذلك وإما حركة النهضة ستستبعد حزب قلب تونس وهو أمر نوعا ما هو أيضا مستبعد ستستبعد حزب قلب تونس ويضاف إليها في هذا الاتلاف أو السيناريو الثاني اتلاف الكرامة والطيار الديمقراطي وحركة الشعب ويمكن أن يضاف إليها في هذه الحالة كتلة الإصلاح الوطني التي تتكون من 15 عضو متنافرين في نهاية الأمر والسيناريو الثالث قد تكون حركة النهضة تشكل حكومة مع حزب تحية تونس وكتلة الإصلاح الوطني والطيار الديمقراطي وحركة الشعب هذه هي في نظر السيناريو الثلاثة المحتملة في تشكيل الحكومة لكن المشكلة الأكبر هل أن هذه الحكومة لديها برنامج ورئيس الحكومة المكلف يحاول بكل جهد أن يبين أنه يحاول أن يعطي برنامجا واضحا وهو يطلب من هذه الأحزاب أن تنظوي في اللجنة التي شكلها من أجل صياغة برنامج هذه الحكومة لكن نحن نعرف أن كل الحكومة السابقة قدمت برامج وبيّنت بأنها ستطبق هذه البرامج لكنها عجزت عن ذلك واكتثت بكوني في نهاية الأمر حكومة محاصصة حزبية واقعة تحت سيطرة ومرتهنة للأحزاب والتكتلات داخل البرلمان والمشهد معروف في هذه الحالة دكتور خالد عبيد المحل السياسي كنت معنا من تونس شكرا لك